موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدين واحد من أهم الأسئلة في الكتاب المقدس في العهدين العهد القديم والعهد الجديد كيف يتبرر الإنسان عند الله وهذا السؤال كان عبارة عن صرخة قديمة ونفس الصرخة ما زالت حتى يومنا هذا فكل إنسان مشتاق أن يتحرر من عذاب الضمير ويتحرر من الخطيئة ومن الإثم والقيود والأكبال اللي موجودة على كاهلنا وبنفس الوقت يشعر بسلام وبحرية ومعنى حقيقي للحياة هذا السؤال أحبائي مهم جداً وكتير للأسف حتى من المسيحيين بيستصعبوا فكرة التبرير وفي أفكار مغلوطة عن هذا الموضوع اليوم بنعمة الرب رح نوضح عن موضوع التبرير وكيف يتبرر الإنسان عند الله وبالحقيقة ما معنى التبرير وهكذا رح نتكلم عن هذا الموضوع الهام وأنا بدعو كل مشاهد إذا عندك استفسار أو تعليق أو سؤال فيك تتواصل معنا وممكن تشاهدنا كمان على السوشال ميديا ربنا يباركك وسأعود بعد هذا الفاصل موسيقى كيف يتبرر الإنسان عند الله مرة تانية برحب في كل أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أقدم ضيف هو أخ عزيز وصديق ومش غريب عنكم بتشاهدوه على القنوات وعلى السوشال ميديا بحب أقدم دكتور سامح عزيز يعني إذا حبيت أوصفه رجل الله رجل الكلمة وطبعا هو خادم للإنجيل وإحنا محظوظين خلينا أقول أن يكون معنا اليوم في الستوديو أهلا وسهلا أخ سامح أهلا بك أسيس نظار وأهلا بكل المشاهدين وأنا صدقني لمحظوظ ومتشرف بالدعوة بتاعت حضرتك حبيبي ربنا يبركك موضوع التبرير أو كيف يعني السؤال القديم كيف يتبرر الإنسان عند الله عم بيشغل كتير ناس وفي نفس الوقت السؤال نفسه عم بحدد هوية ناس كثيرين إما في ناس بتركز على الأعمال في ناس بتركز على الإيمان وفي ناس بتتجاهل الموضوع وفي ناس فاهم الموضوع والاستلاحات بطريقة غير مختلفة ومرات كتير إحنا منستخدم استلاحات كخدام وما منعرف المفهوم يعني كيف الناس ممكن تفهم الاستلاح اللي إحنا منعبر عنه فخليني في البداية السؤال بشكل واضح وصريح لما منتكلم عن التبرير ما معنى التبرير؟ اللي أنشأ احتياج لموضوع التبرير هو شعور الإنسان بالذنب قدام الله إدراكي لذنبي قدام الله تخيل إن أنا قاتل والحكومة والبوليس أجرى تحريات وجمع أدلة وفي قضية في المحكمة وقبض علي ووقف في المحكمة قدام قاضي عادل بار أنا مدرك إن أنا قاتل ومدرك إن أنا مذنب ومدرك إن أنا استحق العقوبة فدل أنشأ الاحتياج إلى التبرير إدراكي لذنبي لو أي قاتل أو أي تاجر مخدرات أو أي حد بيكسر قانون في الدولة بتاعته وتم إجراءات من البوليس للتحري ورد أدلة ووكيل النيابة اتسمى وكيل النيابة في كل الدول وقضية ووصل الأمر إلى المحكمة وجاء الحكم أنا مذنب عندما القاضي حكم سامح جلتي مذنب هنا أنا مدرك إن أنا محتاج كيف أتبرر نفس القصة على المستوى الروحي كسرنا القوانين الإلهية الله الذي قال لا تزني بنزني الله الذي قال لا تصرق بنصرق الله الذي قال لا تشتهي بنشتهي الذي قال كل وصايا الله كسرناها كسرناها فبالتالي أصبح في داخلي تراكم نتيجة لكسر هذه الوصايا نتيجة لإدراكي وده دور العقل في الإنسان إدراكي أن أنا كسرت الوصايا رقم اثنين الضمير في الداخل المحكمة الداخلية الصغيرة اللي بتبكتني على كسر الوصايا إدراكي ده خلاني أجي قدام الله وأنا شعرنا لمزنب وخايف وخايف خايف من الحكم خايف من الحكم رسالة روميا إذا كنا نتكلم في التبريه في رسالة روميا رسالة روميا بتبدأ في العصاح الأولاني وعدد 18 لأن غضب الله معلن من السماء نعم على جميع فجور الناس وإثمهم بعد كده بدأ يجيب الأسباب الأسباب وأسباب قانونية أيها لأن الرسالة دي بتحضرنا قدام المحكمة الإلهية بحجج قانونية يدركها الله أكيد الله يدركها ويدركها الإنسان يدركها الإنسان الثنين الله والإنسان فما اقدرش أجي جدام الله ويقول له أنا معرفش لأنه أعرف لأنه بيكمل يعني بيقول معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم وبعد كده بدأ يتكلم عن أسباب لأن معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم الخليقة من حولنا تقول أن الله هو الخالق والضمير في داخلي والفطرة الإنسانية بتقول لي الله هو الخالق لما اتجه إلى عبادة وسنية ماذا يقول لي عقلي وماذا يقول لي ضميري بيقول لي أنت مخطئ لما الله يقول لي لا تجذب وأنا أجذب والله يقول لي لا تقتل جبلت يا أخ نظر قتل بعد القتل لتاب ورجعوا للمسيح كل مرة يقتل يشعر بالذنب العميق الداخلي تراكم الزنب في داخله بيقودوا إلى الانتحار حتى لو بيعمل هذا الشيء من ناحية دينية حتى لو بيعمل هذا الشيء من ناحية دينية لأن لا يمكن أن الله الذي قال لا تقتل يوافق ضميره عندما يقتل لا يمكن يشعره بالسلام لأنه في يحنى 16 المسيح بيتكلم عن ناس بتقتل أو يسلمونكم إلى المجامع يقتلونكم وبيفكر أنه عم بيقدم خدمة لله لله نعم هو بيفكر كده أيوة يا ترى لو تفكيره صحيح وفعلا من الله المفروض لما يقتل يأسيس نظار يفرح ولا يشعر بالذنب لو ده حقيقي من الله إحنا لما بنعيش الوصايا الإلهية بنفرح ولا بنحزن بنفرح طب هو لما بيقتل إذا كان بيقدم خدمة لله إذا كان ده حق خدمة لله مفروض الله يفرحه يعزيه يسنده يشعر بالسلام لماذا عندما يقتل يشعر بالذنب العميق الداخلي وتراكم الظنب يقود وعايز يقوده الانتحار أنا جبلتنا زي كده لحد ما تجبله مع المسيح لأنه فعلا موضوع مهم يعني آسف برضو أنا كمان ذكرت حادثة أخت عملة إجهاد نعم من أكثر من أربعين سنة نعم نعم واليوم هي عجوز وما زالت تشعر بنفس الزنب والإحساس ضميرها عم بعذبها على الشيء اللي عملته لأنها ارتكبت شيء ضد الضمير الضمير المحكمة الداخلية الضمير الذي يقوم بعمل محكمة كاملة يقوم بدور الشاهد ضمير يشاهد بوليس يقول كده يقوم بدور وكيل النيابة مشتكية ضمائرهم في رمية 2 أو يقوم بدور المحاوي المحامي محتجة ديفندنج يقوم بدور القاضي يقوم بدور وكيل النيابة إذا كانت ضمائرهم تبكتهم محكمة كاملة داخلية في قلب الإنسان ليدرك زنبه قدام الله وبالتالي أدركت إن أنا مزنب مشان هيك كان في صرخة في سفر أيوب كيف يتبرر نعم يعني فيه إحساس يعني وأشواق في نفس الوقت ممكن أسألك أخ سامح بعد إذنك نعارف الموضوع التبرير موضوع كبير كبير بصراحة نعم وأنا ظلمتك إنه نحدده في موضوع حلقة أو اتنين وانت عام الكتاب يعني في هذا الموضوع ناس يمكن يعني وضح لنا الفكرة أنت ذكرت عن مجرم نعم أوكي ارتكب ضميره عن بعزمه نعم والقاضي حكم بعدل على هذا الشخص الفرق بين الشخص البريء والشخص المبرر وأنا عارف إنه راح نتكلم بس على أساس في البداية نوضح الفكرة نعم البريء لم يرتكب ذنب من معنى كلمة بريء وعايز أقول قد يكون أعمق من هذا أنه لا يدرك الخطأ البريء كده فلو حكم عليه القاضي بالبراءة هو أصلا بريء هو أصلا بريء فممكن نلاقي أبرياء في قفص الاتهام نتيجة لتهم الظلما أشهر أشهر بريء أو بار هو الرب يسوع نعم لم يعمل ظلما نعم لم يكن في فمه غش الناس شاهدوا عنه الناس شاهدوا عنه نعم ظلمة ظلمة وحكم عليه ظلما أنه هو أنه هو مضل أنه هو مجدف فالبريء لم يرتكب خطأ لكن الشخص اللي نال التبرير أنا ارتكبت خطأ والقاضي وجد طريقة قانونية لتبرئتي فعشان كده البريء لم يرتكب خطأ فبالتالي الريكوردس بتاعه السجلات الحكومية الصحيفة الجنائية بتاعته خالية من وجود أي تهم أو كسر قانون لو جبت أي طفل هو بريء ما حدش يقدر يقول يتهمه ده كسر إشارة مرور مش في الصحيفة الجنائية بتاعته أو أهان ولدي أو أصار شغب عام أو تاجر مخدرات أو قاتل أو 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 ما حدش يقدر يقول كده ده بريء واضح أنه بريء بريء واضح أنه بريء آدم قبل السقوط كان بريء لم يرتكب أي خطأ لما سقط وإحنا سقطنا بدأ تسجيل في الصحيفة الجنائية الكلام ده يشرحون الكتاب في المحكمة النهائية في الدينون الأخيرة في سفر الرؤية الصحة عشرين لما رأيته عرشا عظيما أبيض رؤية عشرين حداشر أو اتناشر والجالس عليها لازم من وجهها هربت في السماء والأرض ولأم يجد لهم موضع وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر وسفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم الصحيفة الجنائية لكل إنسان قدام الله أنا سامح ارتكبت خطايا كتير تجبيه جميل في سفر الرؤية كل الخطايا دي مسجلة ريكورد وكيل النيابة النيابة الإلهية البوليس الإلهي والضمير والعقل البشري يسجل كل أخطائي في سجلاتها طبعا ده تجبيه ليه؟ لأن في يوم الأيام لما أجف للدينونة جدام الله سيحكمني بعدل وببر بحسب أعمالي هنا أنا مذنب لو صرخت لله ملتجئ للرحمة وللنعمة وللمحبة الصرخة الشهيرة في الكتاب اللهم ارحمني أنا الخطي نزل إلى بيته مبررا هنا الله يبررني يعني هيعمل حاجة جميلة جدا ممكن نعرضها في السلايد ممكن نعرضها في السلايد قدامنا بكل سرور إنه زي ما جال داود في رسالة في مزمور 32 واقتبسها بولس الرسول في الرسالة إلى روميا الأصح الرابع ونعدد ستة نعدد ستة العدد تمانية كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله درا بدون أعمال طوبة للذين غفرت أثامهم وسطرت خطياهم طوبة للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة واضح في الشاشة جدام الناس إنه في العدد السادس أنا وضعت كلمة الذي يحسب له الله برا بدون أعمال وفي لا يحسب وفي العدد الأخير الثامن لا يحسب له الرب خطيئة وكلمة يحسب الكلمة في أصلها اليوناني وبالإنجليزي وبالعربي كلمة بنكية أوكي إذا توضحها أكتر كلمة من حسابات بنكية من حسابات بنكية مثال ابني لما نجح في السنة الدراسية الفلانية رحت أنا أخدت مئة دولار مئتين دولار ألف دولار حسب إمكانيات المالية وضعتهم في حسابه في البنك من اللي اشتغل أنا من اللي حسابه زاد ابنك افترض ابني عمل خطأ فأصبح مودان للبنك بألف دولار أو هجول في مصر بألف جنيه أو بعشر تلاف جنيه بأي عملة أنا رحت البنك سددت حساباته فعشان كده بدأ بولس يشرح التبرير بمعنى بنكي بمعاملات بنكية بمعاملات الحسابات يعني بمعاملات الحسابات بالزبط فأنا كمذنب أنا كخطي قدام الله لما أجي أنظر إليه الأمر ده من جهة التعامل البنوك الحسابات أنا مديون أنا مديون كل خطية ارتكبتها كأني سحبت من البنك دين 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 والديون مالها تتراكم وتتزيد مع عدد الخطايا وعدد السمين يعني الله يبررني زي ما هو موجود في السلايد قدامنا لا يحسب له الرب خطايا اللي هو العدد اللي قدامنا يعني يعني هيروح الله للبنك ويأخذ حسابات الخطايا اللي موجودة في حسابي سددها ويسددها وبكده أصبح حسابي صفر لا هيعمل حاجة أروع اللي عدد ستة إيمانه يحسب له برا يعني يضيف الله برا إلى حسابي يعني يضع رصيد ساي نفترض مثلا يا أستيس نزار أنا تخرجت من كلية الطب وما لجتش عمل وعايز أفتح عيادة وماعيش فلوس ماعيش مصاري هروح البنك أخذ قرد خدت مثلا عشر تلاف دولار عشرين ألف دولار وروحت فتحت عيادة وجي واحد بيكرهني منافس رح حرج لي العيادة البنك يسمع الخبر وجي جبض علي جلي يدفعي الحبس تمام فطبعا أنا دخلت السجن فلما دخلت السجن أصبحت مديولة البنك بعشر تلاف دولار أنت سمعت هذا الخبر وأنت بتحبني وأنا قلتلك يا أستيس أنا محتاج مساعدتك رحت أنت رحت للبنك ومعاك مئة ألف دولار وروحت للبنك قلت له سمح عليه ديون كم جالك عشر تلاف دولار رحت أنت سددت العشر تلاف وروحت وضعت في حسابي تسعين ألف دولار ده اللي بيقوله داود إن الله أخذ الخطايا من حسابي فأصبح رصيد خطاياي سفر يبكى إني جدام الله لم أرتكب ولا خطايا ده نصف المعنى تكملت المعنى إن الله وضع برا في حسابي فأصبحت أنا جدام الله صنعت بر ولم أصنع خطايا عش كده بنسميه البر المحسوب أيوة يعني يعني تذكرتني في إنه في الكتاب حتى بيوصف الخطيئة دين نعم في متى 18 لما تكلم بيتكلم عن العبيدة 2 نعم عبد كان مديون بعشر تلاف وزني نعم مبلغ طبعا استحال إنه يسددوا نعم أو في لوقة 7 لما المسيح تكلم مع سمعان دخلت المرأة الخاطئة تكلم عن مثل 500 دينار و50 دينار نعم وسامحهم نعم فيعني إحساس فعلا بالراحة والسلام وهيك إنه تنفس الصعضاء لأنه الدين أهم وخطيئ طبعا وعش كده أحد التشبيهات تشبيه حسابات بنكية لكل شخص مزنب قدام الله أنا محموم لأني أنا مديون لله ومش جدر أسدد مش جدر أسدد وده اللي عمله بولس مع أونسيموس في رسالة فيليمون نعم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين احسب ذلك علي فش كده يعني الله يبررني يعني أخذ ممكن نشوفها على الإسلايد أخذ إنه عملت خطايا ومعملتش بر في خطايا ارتكبتها فأصبح عندي ديون ولم يكن عندي بر في الإسلايد الوراء كده فمعنديش بر الله يعمل إيه يأخذ الخطايا من حسابي ويضيف برا إلى حسابي يعني زي التشبيه اللي أنا قلت لحضرتك رحت سددت العشر تلاف دولار اللي كانوا علي يبقى أنت كده سددت ديون كأني مين اللي أخطأ كأني مين كأني مين اللي أخذ مصاري من البنك أنت مش سامح فأنت سددت ديوني بدلا عني ده نصف التبرير توبة للرجل الذي لا يحسب لها الرب خطايا لكن في القسم التاني أنا ما عملتش بر أنا ما عنديش رصيد من البر جدام الله لأني ما عملتش صح ولا حاجة واحدة وده اللي يقوله بوليس في رمية ثلاثة لي صبر ولا واحد ولا واحد ما فيش حد عمل حاجة صح بحسب المعير اللي هي يا جسيس لأن احنا بنعمل بر كتير بحسب معيرنا المعير الإنسانية فإذا السؤال ليه أو لماذا أحتاج إلى التبرير لأن كل شيء صح أنا عملته في نظري هو مش صحه قدام الله طيب نظري أنا كإنسان أوكي بنسميه البر الذاتي يعني أنا رحت بنيت كنيسة ورحت بتفخر أن أنا بنيت كنيسة أو رحت أنفقت على فجرة وبتفخر أني أنفقت على فجرة أنا في الآخر حولت هذا الأمر لمجد ذاتي لغرض ذاتي عندي مش لأمجد الله ودي الآية لكلنا بنجراها جبل الحلقة إذ الجميع أخطأوا وعوزوا وعوزوا أي لم يصلوا إلى الهدف هو تحقيق مجد الله في الواقع كل رجل صالح في العالم بيعمل بر ذاتي هو بيعمل كده لأجل مجده الشخصي لأجل ذاتي وعشان كده أنا ارتكبت خطايا وما عنديش بر يعني الله يبررني تبديل تبديل أخذ حسابات الخطايا من حسابي فأصبح رصيدي من الخطايا صفر وقدام بحسب التجميل البنكي وأضاف برا إلى حسابي خلينا نقول أنا داخل البنك ما ديون عندي خطايا وما عنديش بر أنا خارج من البنك بار عندي بر وما عنديش خطايا فبالتالي لو جبلت مدير البنك أنا مش خاف منه ما عليش ديون لو جبلت القاضي في المحكمة أنا مش خاف منه أنا بار ما فيش ولا قاضية مسجلة في حسابي فارتاح داخليا مشان هيك داود بطوب الإنسان طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطيئة نعم تشبيح لو أنت ذكرت أنه في السلايد التاني اللي عاوز تشرح النب فخد راحتك نعم أخ مريس أخ سامح نفس التشبيح دا موجوز في أجزاء كثيرة في الكتاب مثلا السلايد التالي في سفر زكريا أصحح ثلاثة نعم ممكن نجرى الجزء الكتابي اللي يتعرض جدامنا على السلايد في سفر زكريا أصحح ثلاثة أحد الرؤى اللي رأوها زكريا سفر زكريا سفر نبوي رؤى ثمن رؤى متتالية فأراني يهوشع الكاهنة العظيم اللي هو رئيس الكاهنة قائما قدام ملك الرب ملك الرب في العدل القديم أحد ظهورات المسيح والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه فالشيطان واجف يهوشع واجف قدام ملك الرب والشيطان واجف عن يمين يهوشع عشان يقام يهوشع يهوشع وبيقامه بحجج قانونية يهوشع انت نجس يا رئيس الكاهنة انت نجس ورئيس الكاهنة كان يمثل حالة الشعب أي عايز يقول ان الشعب كله نجس فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أرشاليم يهوشع يمثل حالة أرشالين أفليس هذا الشعلة منتشلة من النار وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة ومن هنا فهمنا إيه الحجة القانونية للشيطان إنه واجف يقاوم يهوشع لأنه المشتكي المشتكي نعم لابسا ثيابا قذرة ووقفا قدام الماك فأجاب وكلم الوقفين قدامه وقائلا انزعوا عنه الثياب القذرة دي السلايد اللي بعده السلايد اللي بعده انزعوا عنه الثياب القذرة وقال له معنى الثياب القذرة انظر قد أذهبت عنك إثمك يبقى إذن الثياب القذرة اللي هو لبسها هي تمثل الأثامة التي ارتكبها يهوشع ويهوشع كرئيس الكهنة هو نيابة عن الشعب وألبسك ثيابا مذغرفة أهى حلو تمام فقلت زكريا وجف يتفرج وراح اندمج في الرؤية فقلت ليضعوا على رأسيه عمامة طاهرة مش بس كفية ثيابا فوضعوا على رأسيه عمامة طاهرة ودي مرة أخرى بنارة معنى التبرير يهوشع جاي لبسا ثيابا قذرة يدل على الأثامة التي ارتكبها الله هيبرره عشان يبرره هيعمل هيعمل تبادل هياخد منه خطاياه ويعطيه برر اللي هي في التشبيه الرؤية دي نزع عنه الثيابة القذرة فأصبح يهوشع لم يرتكب اسم لأن الثياب القذرة هيأثام ونزعت كما لو كان لم يرتكب اسم مش بس تركه كده على كده لا وقلبسك ثيابا مزغرفة ما معنى الزغرفة الجمال الجمال معنى أن هذا الرجل عمل جمالا في الواقع هو لم يعمل جمالا ده الله هو الذي صنع هذه الثياب وألبسها يهوشع عشان كده في السلايد التالي نشوف معنى التبرير زي ما هو معروض قدامنا تذكرتني في آية حلوة في سفر شعياء 61 نعم والآية 10 نعم فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كسان رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها ثيابا مزغرفة زينة نعم البر البر الإلهي الله منحولنا كسان رداء البر كسان رداء البر المعنى موجود هنا في السلايد العمل الله مع يهوشع أزال عنه الثياب القذرة وألبسه ثياب مزغرفة مزغرفة نفس المعنى موجود في سفر التكوين أصحاح ثلاثة في السلايد التالي لما أخطأ أبوانا مزبوط وعالم أنهم عوريانان الشعور بالزنب الداخلي خلاهم اختبأوا من الله في سفر التكوين أصحاح ثلاثة في السلايد التالي أيها عدد سبعة فانفتحت أينهما وعالم أنهما عوريانان فخاطأ أوراق تين وصنع لأنفسهما مآذر بتعمله إيه أدم أنت بحوة؟ إحنا بنخبي عوريانا طب بتخبي عريك بطريقة إنسانية أو بطريقة إلهية؟ هنتكلم عن الموضوع ده كتير في الحلقة القدامة إن كل محاولات الإنسان إنه يكسي عريه بأعماله الذاتية ببره الذاتي بحسناته هي فاشلة طب الله عمل إيه؟ عدد واحد وعشرين واحد وعشرين وصنع الرب الإله يهو إلهيم مبادرة إلهية مبادرة إلهية وفكرة إلهية كمان طبعا وإنجاز إلهي ده بداية أول أول من بدأ الفداء والتبرير هو الرب الإله يهو إلهيم الرب يسوع نفسه وصنع الرب الإله لأدم ومرأيثها أقمصها من جلد والعارفين باللغة يقولوا كلمة جلد جلد كأن حين نعم زبيحة وألبسهما وهنا مرة أخرى تيجي نفس الفكرة الحضرتك قلتها ألبسني أنا بيوزهلني هذا المنظر يا جسيس نزار أنه جاي آدم أنا دايما أقول جملة وحشة صنع لهم أقمصة من جلد ورمهلهم وجلهم خدوا ألبسوا جاتكم الجرف أنا آسف اللي بجوله اللي هو التصور عن الله أنه إله قاسي مش بيحبنا لكن ألبسهما يا جسيس نزار جاي آدم عريان الرب والإله بنفسه بيعمل إيه بلبسه بلبسه ألبسني نفس الآية ألبسني ثياب الخلاص وجاي حوى عريانا ألبسها ثياب الخلاص أنا دايما أقول ما مدى شعور آدم ما شعور آدم وحوى وهم واكفين في حضنه وهو بيعمل إيه بلبسهم بلبسهم بنفسه واو ما مدى شعورهم أكيد أكيد مشاعر الخوف راحت ليه ده هو بنفسه بيعمل إيه بيجزوني بنفسه بنفسه ده بيحبني ده أنا أخطأت في حقه هو بيحبني وصنع حلا فعشان كده نفس الفكرة إيه اللي عملوا أدى محوى أخطأوا فصنع لأنفسهما مقازر تدل إن احنا أخطأنا إيه اللي حصل شال المقازر من أوراق التين شال خطيائي وألبس ألبس هما أقمصة من جلد عشان كده معنى التبرير شقين خطيائي اللي في حسابي أخذتها من حسابي وهنتكلم في الحلقة القادمة أنه وضحها في حسابه ليه كل المجد أه والبر اللي موجود في حسابه حطه في حسابي واو حالو أه فأصبحت أنا البار جدام الله جدام الله وهنا مين اللي بيبررني ده مش أنا اللي ببرر نفسي لا لا ده الله بنفسه بيبررني فأصبحت جدام أنا خارج من المحكمة الإلهية معايا قرار محكمة إلهية سامح بار والله بنفسه في الكلمة المقدسة يشهد لي أنه كل من آمن بالرب يسوع يتبرر أنا معايا محكمة معايا قرار صادر من محكمة إلهية يعني أنا كمان كنت بدي يمكن بعد الفاصل يعني لأني مزنب يعني شو الفكرة أنه أنا مزنب أمام الله وكمان أجتني الفكرة الآية اللي في كورونت ستاني خمسة واحد وعشرين وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فأنا عاوزك توضح بعد الفاصل أحبائي الشرح جميل جدا وأنا بتمنى من كل قلبي أنك تشجع آخرين على مشاهدة هذه الحلقة ومرحب بأسئلتك إذا في أي توضيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا عم نتكلم عن معنى التبرير ومعنا دكتور سامح عزيز عم نتكلم في هذا الموضوع الإلهام جدا ذكرت أنه أنا مزنب الله هو القاضي وذكرت أنه أنا أتبرر قدام الله وغير عن أتبرر قدام الناس فإذا ما هو دور الروح القدس في هذا الموضوع جال الرب يسوع في إنجيل يحنى أصحى 16 عن دور الروح القدس وده مذكور أيضا في أجزاء كثيرة من كلمة الله عدد 8 متى جاء ذاك من عدد 7 لكن أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي برقليتوس اللي هو روح الحق ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة يبكت يقوم يقوم بدور وكيل النيابة في الإقناع يقنع يقنع العالم كل إنسان وبتكمل الآية أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به نعم وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا ممكن أن توضح الفكرة أكتر هنا نعم والشيء الثالث وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين نعم إذا ممكن توضح الفكرة يبقى إذن الروح القدس هو يبكت نعم لو حبينا نجول في مشهد بيعرفه الجميع لو دخلت محكمة فتلاقي القاضي على المنصة والمتهم موجود والمدعي العام ما يدور المدعي العام يقوم بعملية التبكيت اللي هي إقناع أن هذا الشخص أخطأ وكسر القانون فبالتالي يستحق أن القضي يحكم عليه هنا ده دور الروح القدس دور الروح القدس أنه هو يقنع العالم يقنع الناس أنه فيه ثلاث جضايا مرفوعة ضدك جدام الله أول جضاية على خطية على خطية وما هي هذه الخطية؟ عدم الإيمان بالمسيح عدم الإيمان بالمسيح فيه قصة جميلة يا جسيس نظار حققية حدثت أم ذهبت إلى أحد حاكم ولاية قصة أنا جريت أنا حققية حاكم ولاية تبكي بالدموع وتترجع حاكم الولاية وتقول له ابني ارتكب خطأ بس حق الإعدام أنت تقدر تعفو وجدام كسرت قلبها ودموعها ذهب حاكم الولاية بنفسه إلى السجن إلى هذا الابن عشان خطر يعفو عنه الابن ظنوا أنه أحد القصاوسة اللي جاييني نكلموه عن التوبة والإيمان وفرفض تماما مقابلة حاكم الولاية اللي جاي يعطي للعفو فمضى الحاكم حزينا والقصة دي تقول أن هذا الشاب لم يعدم بسبب الجرم الذي ارتكبه لكن أعدم بسبب رفضه لحاكم الولاية اللي جاي بعفو وده اللي عايز يقوله الكتاب أن الروح القدس يبكت العالم بيقول له أنت ارتكبت خطايا كتير آه بس الخطايا اللي هتذهب بك إلى الدينونة هي أنك رفض المسيح عدم الإيمان بالمسيح بالإيمان بالمسيح رفض دي أول قضية فعش كده فيه تبكيد داخلي عميق لرفض الإيمان بالمسيح تاني قضية وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا جاء المسيح ليبرر العالم رفضه وحكم عليه أنه مضل ومجدف واتفق اليهود والرومان أن يسوع الذي جاء يبرر ده مضل ومجدف فبالتالي قتلوه وصلبوه وقام وذهب إلى الآب ولا ترونني فالعالم رفض التبرير القدم من المسيح ليه؟ لأنه أنا متمسك ببرري أنا كويس أنا صالح أنا جيد أنا حلو لا أحتاج إلى تبرير لا أحتاج إلى المسيح دي تاني قضية انت رافض التبرير مع أنك مذنب تاني قضية خلي بالك يا عالم خلوا بالك يا بشر رئيس هذا العالم قد دين فأنت نهايتك دينونة فعشان كده فيه زعر داخل قلوب الناس من الموت لأنا عارف أن البعض الموت فيه دينونة فعش كده ثلاث قضايا يقوم الروح القدس بإثارتهم جدام عقل وضمير كل إنسان عشان خاطر لو فكر جيدا واستجاب لصوت الضمير وقرر أنه يصرخ لله جاءت التبرير طب والبروسيس كيف يعني الخطوات العملية اللي بتقود الإنسان أنه يصرخ لالله خلينا خليني أجرى البروسيس بس قبل ما أجرى البروسيس أقول نفس الفكرة بتاعت التبكيت من العهد القديم فضلا انحضر العالم في شر عميك في أيام نوح وجاء قضاء بالطوفان وطرق الله نوح يكرس في الأرض في الوقت الذي كان فيه الفلك يبنى في تكوين ستة وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب هذه الآية الجميلة لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانيه هو بشر هذه إشارة أخرى إلى دور الروح القدس في التبكيت يدين في الروح القدس في هذا الوقت وفي كل العصور عملوا خفي غير مرئي الناس مش شايفة لكن الناس شعرة وحسة ومدركة بداخلها ببروزس معينة بالدور جوايا كل مرة أخطئ فطرد أني شتمت فطرد أني سبيت فطرد أني سلكت اشتهيت نظرت نظرة فكرت فكرة قاسية قتلت عملت أي خطية من هذه الخطايا فورا عندي إشارة في عقلي أنت أخطأت أنت أخطأت لما نقول صوت الضمير هل إحنا بنقصد تبكيت الروح القدس نعم هو الروح القدس يعمل في داخلي لأن أنا إنسان عاقل وعندي ضمير وعندي إرادة أوكي فالروح القدس يقنع في العقل ويبكت في الضمير عشان كده الدور التبكيتي للروح القدس هو خليني أقولي يا جسيس نظار لو واحد بيسجد لبقرة والبقرة ماتت الروح القدس بيكلمه من خلال عقله بيقوله إلهك مات ده ممكن يكون إلهك أو أنه ما بيعملش إشي إلهك أو ما بتصلي لإله مش عم بيعمل لك أي شيء مش بيعمل لك أي شيء بتصلي قديرك 20 سنة لإله ما استجبش فكرة 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 عبارة عن دور الروح القدس في التبكير لأنه يدعو الإنسان للتفكير ودي البروزس بيدعوه للتفكير ليه؟ عشان يقتنع أيها عشان يقتنع باحتياجه لأنه لو اقتنع باحتياجه يصرخ لله لو ما اقتنعش أنا مش محتاج تاني حاجة الضمير في تأثيره المؤلم في الشعور بالزنب المحكمة المحاكم البشرية الموجودة في كل العالم مش بتضع ألم على المتهم حتى بعد الحكم يعني القضي لما حكم مش بيعرض المتهم للألم لكن المحكمة القضائية القضاء يسلم المتهم إلى الجهاز التنفيذ اللي هوش جهاز شرطي للحبس للأعمال الشقة أو للسجن أو للإعدام أو 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 مش كده الضمير بيقوم بالاتنين بيقوم بدور المحكمة في الحكم الداخلي أنا حكمت على نفسي أنا مخطئ أخطأت أخطأت وفوراً الضمير يقوم بدور الجهاز التنفيذ الشرطي اللي هو إيه؟ ألم الشعور بالذنب فالشعور بالذنب الداخلي ورغم أنه تحكم عليه وموجود في السجن نعم 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 فده اللي بيعملوا معي جدام الله أو جدام نفسي أنا مش مدرك أنا هقول إن الخطاء كتير مش مدركين إنهم جدام الله ومش مدركين إنه ده عمل الروح القدس لكن على أقل مدرك لصوت عقله اللي أنت عملته ده خطأ أنت طلقت مراتك ليه؟ أنت ضربت ابنك بالجلم ليه؟ أنت أهنت فلان ليه؟ سركت ليه؟ أنت سركت أنت إقناع عقل بعد كده ألم داخلي ألم شعور بالذنب الدمير جدام الاتنين دول لو الإنسان أدرك أنا أخطأت وأدرك أنه أخطأ في حق الله في حق الله هنا يجي دور الإرادة وهنا البروسيس اللي ممكن نجراه في إنجيل لوجا أصحاح لوجا 18 عدد عشرة عدد تسعة وقال لقوم مواثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين أمش عارف إزاي أبرار ويحتقروا الآخرين المتدينين التدين الشكلي كلهم كده هذا المثل إنسانان صعد إلى الهيكل ليوصل لها واحد في الريسي والآخر عشر الفريسي هو الذي واثق في نفسه أنه بار بيحتقر الآخرين العشار عارف أنا مزنب جدام الله الفريسي جاي جدام الله عايزي عندما أسأل هذا السؤال أنت ليه جاي جدام الله لأنه مع أنه صنع بر ذاتي أما الفريسي فوقفه يصلي في نفسي هكذا اللي هما أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشر أصوم مرتين في الأسبوع أو عشر كل ما أقضي أوكي يا عم أنت مش بتعمل خطايا وبتعمل حلو جاي لله الله عايزي ولأ والآية التسعة بقول واثقين بأنفسهم أنهم أبرار نعم يعني جاي يعني أنا مقتنع أنا في الريسي أنا مقتنع تماما أن أنا صح طيب السؤال جاي جدام الله تعمل ليه يفتخر بحسناته ليه ليه جاي تفتخر بحسناتك لأنه هو في الواقع جاي يشتري التبرير الإلهي بحسناته عرفنا إزاي لما الرب يسوع بعد العشار وأمر العشار فوقفه من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدريه قال لهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك أها ده هم اللي اتنين جايين عايزين التبرير من الله يعني معنى كده ان هذا الفريس والاتنين راحوا على الهيكل والاتنين راح يصلوا والاتنين راح يصلوا والاتنين رايحين عايزين التبرير بس واحد منهم عايز يشتريه بأعماله والتاني رايح واثق فمعنى كده ان هذا الفريس اللي هو واثق في نفسه انه بار شاعر في نفسه برضو بالاحتياج إلى البر الإلهي بس مش فاهم ان هذا البر الإلهي يعطى نعمة مش ثمن كمان قاس نفسه على العشار بدل من ان يكون الله والمقياس نعم نعم فعشان كده عشان كده في نقطة هامة جدا حتى الفريسي اللي شاعر بنفسه انه بار رايح يصلي عشان عايز التبرير الإلهي يتبرر أكتر اه اتبرر ليه لأنه هو اتبرر جدام نفسه هو شاف نفسه بار وشاف والمجتمع بيقول له انت رجل صارع بالضبط بالضبط ده عنده إدراك برضو الاحتياج لتبرير إلهي لكنه ذهب فيه طريق خاطئ العشار الإقناع العميق لدور الروح القدس مع العقل والضمير أنا عايز أقول حاجة مهمة في الفريسي الفريسي ده كل مرة بيحتقر الآخر مش بيشعر ومه بيخطئ بيشعر مش بيفكر فيها السؤال ليه لأنه الاستعلاع الآخر طب ما ده خطأ لا وكمان الرب يعني بيقول لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع يعني بينهي الآية نعم العشار وقف من بعيد ليه أنت وقف بعيد عظم الاستحقاق وانا وانا بقول لكل شخص شاعر بعد ما استحقاقك تعالى تعالى و هو ده اللي بياخد لم يشعر أن يرفع عينيه يعني أتخيله في موقف الخجل مكسوف خجلان من نفسه خجلان و ده شعور عميق جدا وإدراك ده عمل الروح القدس للتبكيت الداخلي ده إدراك داود في صلاة التوبة مزمور 21 إليك وحدك أخطأت والشر قدام عنك سنعرض الشعور بالخجل العميق لكي تتبرر أنت لكي تتبرر مزمور 51 وتزكو في قضاءك لو حكمت علي بالموت أنت صح يا رب أنت بار أنت قاضي بار و قرع على صدره الندم العميق بس في نفس الوقت هي إشارة للندم العميق هي عادة شرقية نعم دائما لما الشخص بيخطئ بيقرع على صدره نعم واجف من بعيد عدم الاستحقاق لم يشعر في عينيه الخجل يقرع على صدره الندم لكن ده مخلوق بالإيمان ليه لنجاء لما أنت خاطي جاي ليه لأن الروح القدس لا يرمي نفسه على رحمة الرب نعم لأن الروح القدس في عملية التبكيت يقنعني أني خاطي ويقنعني برحمة الله ونعمة الله وأن الله يبررني هيأخذ الخطايا من حسابي ويوزيلها من حسابي وسيوضيف البر إلى حسابي لأن الروح القدس لا يمكن يقنعني بخطاياي ويعطيني يأس لا يمكن والغريب أنه صلاة العشر أربع كلمات نعم اللهم ارحمني أنا الخاطئ أنت عارف في مصر بنقول مش رأس طوب لأن أحيانا الناس تجاف تقول إيه مجلدات مجلدات بس دي صلاة من القلب نعم صرخة قلب أقول لكم أن هذا نزل إلى بيتهم مبررا عشان كده البروسيس بتاعت عملية التبكيت إقناع عميق عقلي ضميريا ويطرق الأمر الإنسان لاتخذ القرار نفس الفكرة جالها بوليس لتيموساوس في تيموساوس التانية أصحاح أربعة وهو بيحرضوا على الكرازة بالإنجيل في وقته مناسب وغيره مناسب بتكليف رسمي نعم أنشدك أي أكلفك أمام إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدينا الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة أعقف على ذلك في وقته مناسب وغيره مناسب وهنا عايزة تكلم عن نظور الكلمة يا جسيس كلمة الله هي الأداة الوحيدة التي بيستخدمها الله لاختراق أعماق الإنسان لإحداث التبكيت الحقيقي العميك الداخلي وهنا هي مشبهة بأنها أمضى من كل سيف نزيح الدين وخارقة وخارقة إلى مفرق النفس والروح إلى مفرق النفس والروح كلمة الله حية فعالة وفعالة وأمضى من كل سيف نزيح الدين وخارقة أحد الكلمات اليونانية يا جسيس كلمة مؤلمة جدا الكلمات اللي استخدمها كاتب العبرانين بيتكلم أحد الكلمات أنا مش فاكري إنه واحدة منهم حية كلمة الله حية وفعالة وأمضى وخارقة ومميزة فقر القلب هي مميزة دي مميزة دي قال الكلمة دي كانت بتستخدم في المصارعات اليونانية والمصارعات الرومانية إنه الاثنين المتصارعين لما واحد فيهم بيغلب التاني بيحط الخنجر بتاعه تحت ذقنه عشان يرفعه يرفع له رأسه عشان عينهم تلتقي تخيل اللي بيعملوا الروح القدس في النفس إنه يدع يخلي عيناه تلتقي بعيني الله أي يضعه في مواجهة حقيقية أمام المعايير الإلهية مش المعايير الإنسانية ولا مجتمعية ولا العائلية دي عملية الإقناع العميق وده دور الكلمة عشان كده دي جلت الموساوس اكرس بالكلمة أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب بعد كده أجله ثلاث كلمات وبخ الكلمة في أصلها تعني استخدام الإقناع استخدم إمكانياتك العقلية للإقناع انتهر خاطب الضمير خاطب الضمير عظ أي يقدم تعليمات واضحة ماذا يفعل بعد ما تم توبيخه أي إقناعه عقليا وانتهاره أي لمس الضمير يعني جله بتعمل إيه تعالى للمسيح جله أصرخ أصرخ من قلبك وجله الله هم مرحمني تعليمات واضحة نعم الرسول بطرس عمل كده في أول عزة في أعمال الرسل أيها في أعمال اتنين استخدم الإقناع من العهد القديم إن اللي قالتالتو ده يسوع هو ما سيى العهد القديم ابن الله ابن داود واستخدم كل أدلة الإقناع من العهد القديم فلما استخدم أدلة الإقناع الروح القدس استخدم الكلمة نخسه نخسه في ضمائرهم وكلمة نخسه كلمة مؤلمة نعم كلمة مؤلمة شعره بالألم العميق الداخلي إنه موافقه على قتل يسوع وجالوا له ماذا نصنع فجال لهم توبوا وليعتمد كل واحد فيكم قدم تعليمات واضحة ودي البروسيس ده اللي بيحصل فيها أخ سامح إحنا يعني عم بورين المخرج عمنا أكم دقيقة لو حبينا نلم الموضوع بصيغة السؤال كيف يتبرر الإنسان عند الله إيه اللي ممكن يتعمل ولو في ثلاث دقائق عايز أقول لكل واحد من أحبائي أنا اشتس في كده وأكيد جسيس نظارة اشتس في كده في يوم الأيام قبل أن أتقابل مع المسيح عندنا قناعات عميقة داخل كثيرة بخطيانة عندنا شعور عميق بالإحساس بالذنب داخلنا هذا الاقتناع مع هذا شعور بالذنب اللي بيقول لك أنت أخطأت في حق الله الله بيقول لك أخطأت تعالى اعترف جدامي أنك خاطئ وأنا أبررك في منطع البساطة مفيش أسهل من كده في رمي عشرة بيقول له مش بقول لك تعالى اصعد إلى السماء ولا بقول لك أنزل إلى الهوية لكن الكلمة قريبة قريبة من فمك وقريبة من قلبك إن أمنت بقلبك واعترفت بفمك خلصت خلصت عنه كل الخطايا وأضاف برا إلى حسابه طب والشخص اللي عاوز دلوقتي يقول أنا عاوز الصرخة الشهيرة الكتابية اللهم ارحمني أنا الخاطئ من القلب راح الله لآدم عشان خاطر آدم بس يقول أخطأت لحد ما جال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت أخطأت خلص برره صنع أكمسها من جلد وألبسها بمجرد ما نقول راح نسان النبي لدود لحد ما دود جال أخطأت إلى الرب هذا الاعتراف الرائع لمن قلب مكسور أخطأت بس واثق إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت صنعت لكي تتبرر أنت في قضائك ويجاي بإيمان أنا مزنب بس جاي قدام الله القاضي واثق أنه يبررني وده اللي بقوله لكل أحبائي تعال بذنبك تعال بخطاياك اعترف أنك خاطئ بس خليك واثق أنك هتزق بلويتك مبررة وعشان نشوق السامعين إحنا في تكملة نعم بارتول هذه الحلقة في الحلقة القادمة ولو بجملتين ثلاثة عن إيش عاوز تتكلم أخ سامح هنتكلم عن كيف يبررني الله إيه دور الله وإيه دور الإنسان هنكلم على ثمن تبريري كيف الله إيه التكلفة الإلهية وإيه التكلفة الإنسانية وأنا نتكلم عن برهن تبريري إزاي الله برهن أنه بررني فأنا أحيا في سلام لأن الله بنفسه برهن أني تبررت وأنا إزاي أبرهن بعد كده نتكلم عن نتائج التبرير نتائج التبرير نعم يا رب أنه نخلصها بحلقة حتى أكبر عدد ممكن من المشاهدين يستفيد ويستمتع بهذا التعليم الرائع ما في كلمات نعبر عنها عن شكرنا أخ سامح ربنا يباركك شكرا يا سيسي وربنا يستخدمك ويستثمر في حياتك أكثر وأكثر لمجد شكرا لمحبتك والدعوة آمين إخوتي وأخواتي طبعا الموضوع كان واضح جدا وعلى فكرة الكتاب المقدس الوحيد اللي بعالج هذا الموضوع بشكل واضح وهذا العلاج لهذا الموضوع بتشوفه في صفحات الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد وبتعبر لنا عن محبة الله الغير محدودة وعن نعمته الغنية التي لا نستحقها ورحمته الممدودة لكل إنسان لأنه بالنهاية أنه كل موضوع الخلاص هو مبادرة إلهية فكرة إلهية إنجاز إلهي لا دخل للإنسان فيه إطلاقا ولكن بالعكس الإنسان محكوم عليه بالموت وبالهلاك الأبدي ولكن شكرا للرب على نعمته فأنت فيك تصرخ الآن ارحمني أنا الخاطئ ربني باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر